سلام عليكم ، لا نبدأ معلوم الذي اختلاح لحم الخنزير أيضا خنزير اللي قدامكم اللي ظهر قدامكم في الفيديو اللحوم دي بتنبيع الرجل اللي قدامكم ده مسيحي بيبيع لحمة الخنزير عادي ولا أكنها قذرة هتشوفوا دلوقتي الخنزير شكله عامل ازاي الخنزير أجرب ويقرف الكلاب حتى شكل مناخيره تخلي الواحد يرجع أول ما يبص عليه يعني سبحان الله ملامحه ونظرة عينه ما تخليش البناء آدم يفكر حتى يقرب له ما بالك بقى لحمته بيأكلوها عادي ولا في أي حاجة وبعد كده بيأخدوها بيبدأوا بقى يشوفوها ويأكلها وهي نية كده وفيه كذا فيديو عملته بالطريقة تسوية لحمة الخنزير بيحط عليها ملحة بيحط كليات سكر ربيبة وبيحط عليها عسل بيحط عليها دمت خنزير طبع لو دمت دهيه نوع خنزير برضو صنزير مؤرف جدا مربييني في الجنير هتلاقي دلوقتي شكل الخنزير التالي يطلع من العشة ده تذكرون تالية مع بعض حتى العشة شكلها كيف لكلاب ده برضو الخنزير ملموم عليه الحشرات وفي قلب الطين والبركة وبياخدوه يتبحوه يسلخوه ياكلوه لحمته زي لحمة الكلاب لبالعكس كمان لحمة الكلاب ممكن أنضفوا أحسن مئة مرة هتتفرجوا على شكل اللحمة بتاعته دلوقتي لحمته هتلاقيها من فوق بيضة ومن تحت بيضة ومن نص حمرة جدا أو لونها بمبة فاتح طبعا دي الخنزير في المزرعة في منها لون أبيض وفي أسود وفي بني وفي منها جميع الألوان بس في الحالتين كل الأنواع بتاعتها مؤرفة وأكلها وحش جدا وبتجيب أضرار كتيرة للجسم وبتجيب دان وبكتيريا متنسوش بقى تشتركوا في قناتي وتفعالوا الجرس على الكل موسيقى موسيقى موسيقى